تحرص مصر على أن تكون مساعي الحل في ليبيا نابعاً من الأطراف والمؤسسات الليبية استضفت مصر مرات عديدة وفوداً ممثلة للقوى الاجتماعية والمؤسسات الليبية من أجل التوصل إلى توافق على جميع القضايا العالقة وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هدف تسعى إليه مصر من أجل ليبيا قوية موحدة مصر بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائماً على المشاركة بفعالية في المشهد الليبي لاعتبارات عدة أهمها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الذي يعد بالنسبة لمصر قضية أمن قومية مصر كانت وتظل هي الداعمة لمسارات التهدئة والحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية فضلاً عن المساعي المصرية لحشد مزيد من التأييد الدولي نحو موقف إيجابي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا عملت مصر بقيادة الرئيس السيسي على احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية حيث وقفت كحائط صد منيع أمام محاولات بعض الدول لتقسيم ليبيا والتأكيد على ضرورة إعادة اللحمة للشعب الليبي كما التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم ومساندة المؤسسات الليبية الدستورية من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية واستعادة سيادتها كاملة وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية وإبعاد المرتزقة وغيرهم وإنهاء التواجد العسكري غير الشرعي لأي طرف كان والأهم من كل ذلك لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية وسعت دائما إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية في مجالات الاهتمام المشترك الرئيس سيسي كان حريصا منذ تولي الحكم على حل الأزمة الليبية وأن تكون مساعي الحل نابعة من الأطراف والمؤسسات الليبية لذا استضافت مصر مرات عديدة وفودا ممثلة للقوى الاجتماعية كالقبائل والمجالس الاجتماعية الليبية ومؤسسات كالبرلمان الليبي والجيش الوطني وحكومة الوفاقة القاهرة استضافت كذلك الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمصار الدستوري الليبي وانتهت الجولة إلى أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي هذا وتواصل مصر دورها من خلال العمل مع جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية لوقف أي تصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف لتظل مصر دوما هي المدافع الأول عن مصالح الدولة الليبية ترجمة نانسي قنقر